في الجزء اللي فات من قصك واتحكت لك أن أريل وفقت أنها تتحمل أبشع عن وعي الألم والساحرة قطعت لسانها وآخرت صوتها وقالت لها أنها لو لم تستطع تتجوز الأمير ستموت وستتحول للرماد بعد أن أريل قدرت أنها تتحول وتطلع العلم البشر فلت أعدى عشاط مستنى أن حد من البشر يشوفها أو حتى يلمحها وسبحان الله تحصل المعجزة الأمير اللي هي أنقذته من سنين في حدثة المركب هو أول واحد كان شافها وهي أعدى عشاط فاستغرب من شكلها وجالها وبعد ما تعامل معها شوية اكتشف أن أريل خارصة ما بتتكلمش فحس النوع من العطف أو الشفقة نحيتها فأخذها معها للأصر بتاعه وخلى الخدم يهتم بها ويعمله معاملة كويسة وفي الفترة دا أريل بدأت أنها تحس بنوع من الانجزاب نحيته وبدأت أنها تحبه ولكن الأمير للأسف ما كانت شايف كل الكلام ده الأمير كده من الآخر مسك أريل ورماها في الفريند زون كان بيتعامل معها أن هي أخت الصغيرة وكان الخير اللي عمال بيعمله معها والمعاملة كويسة هو نوع من الشفقة أو العطف عليها ولكن هو ما كانش فيه أي مشاعر نحيتها ويستمر الوضع على كده الفترة لحد ما جاء يوم هو اليوم الأسوأ في حياة أريل واللي حصلت فيه كارسة اللي هي كانت خايفة منها الأمير شايف بنته وقع في حبها وكان ناوي أنه هو يتجوزها لأنه كان فاكرا أن البنت ديها اللي أنقذته من حدثة الغرق من سنين طويلة أريل ما كانش عندها أي حاجة تمنع بيها اللي هيحصل لأ وكمان كانت مرغومة أنها تحضر حفل الزفاف وتشوفه هو بيتجوز قدامها أريل هنا أدركت أنها خلاص حياتها انتهت وأن بعد الزفاف بيوم أريل هتموت وهتتحول للرماد وأثناء ما أريل كانت وقفة قدام البحر عمالها بتبصله وكأنها بتودعه لمرة الأخيرة لأيت إخوتها الخمسة طلع لها من المياه اللي هم الحوريات وطلع أن إخوتها لما سمعوا بالله حصل راحوا للسحيرة اللي عندهم وترجوها عشان يلاقوا حل وينقذوا بيه أريل والسحيرة فعلا لقيت حل واسمع بقى للسحيرة طلبتهم منهم اديتهم خنجر أو سكينة سحرية وقالت لهم ادوها لأريل وخلوها تطعنوا في قلبه وبعد ما تموت الأمير تاخد جزء من الدم الموجودة على الخنجر وتدهم برج ليها وساعتها تتحول لحورية بحر تاني وتنزل المياه وتنقذ نفسها من الموت إخوات أريل فعلا قالوا أريل الكلام دوت ودوا لها الخنجر ورجعها تاني المياه وجال يوم بتاع الزفاف وقالي اللي كانت وقفة في الفرح حط الخنجر وراء ظهرها وكانت عملة تفكر هل تقتل الأمير وترجع تاني المياه ولا تسيبوا ما تقربلوش ولكنها هي اللي هتموت ولكن في الآخر قالي اللي راحت لإخواتها ودتهم الخنجر تاني وقالت لهم ان هي مستحيل تقتل الأمير لانها كانت بتحبه وخلاص هي سلمت للقدر بتاحها وان هي هتموت ولكنها قبل ما تموت فكرت كده في محاولة يائسة واسمع بقى الشيء البشع اللي هي فكرت فيه جابت خطوة إبرة وبدأت انها تخيط رجلها اللي اتنين في بعضهم عشان ترجع حرية بحر تاني القلم طبعا كان بشع ولا يمكن تحمله وقالت انها ترمي نفسها في المياه عشان لو ماتت تبقى ماتت في البحر وفعلا عملت اللي عمرته دوت ورحت رميها نفسها في المياه ومجرد ما جسمها وصل للمياه فجأة حصلت حقا غريبة وعايزك بقى تركز في النقطة ديت عشان يصعب شرحها أريل فجأة لقيت نفسها انتخرت لبعد تاني او مكان تاني مش العالم بتاعنا ولا عالم المحيط ولكن هناك هي قابلت كائنات سحرية ممكن تقول جنيات بس من نوع تاني والجنيات دول قالوا أريل ان انت عشان قلبك طيب وفضلت انك تنقذ الأمير اللي انت بتحبيه على انك تنقذ نفسك وروحك فهم هيكافوها بالنها هتبقى كائن سحري زيهم يعني لمنها بقت بشر ولا منها بقت حرية ولكن اللي كانت نفسها فيه واللي كانت بتسعيله هيحصل ان هي هيبقى عندها روح وفعلا أريل بتتحول الكائن السحري دوت زيهم وبتعيش بقى في العالم بتاعهم وفي اخر القصة حنا بنشوف أريل بتنزل على هيئة الطيف وبتشوف الأمير ومراته وهم فرحانين وبتفرح ان هو عاش حياته سعيد وبكده خلص القصة الاصلية اللي ما كانش ينفع ان ديزني تحطها في الفيلم اللي هشوفناه لانه ما كانش هيبقى مناسب خالص بالتفاصيل السودوية ديت لأي طفل لو عجبتك القصة ما تنساش الفولو واللايك رمضان كريم عليكم ومعكم محمود زايد سلام